أسباب دخولها للمستشفى نتيجة الحرق تقول لك شب اللي حارقها تقول أخوي حطاني حط كلب شات وحطاني في السلم وحط شمع وتم الشمع طبعا حرقت لها يعني أسباب لها عاها سبب لها طبعا سبب لها عاها دائمة تقول ما تقدر تحرك إيدها والشغل لهذا يعني اتخلت المستشفى بإنها مقات مصابة يعني وهذا الشي هذا حديث ما هو بعيد شهر ثلاثة شهر ثلاثة للسنة هذه 2010 ويتقول إن هي من 97 همطلقة من زوجها من 97 متطلقة من زوجها لا البنت أنت حتشح حين أنا زينة بالحرق الحرق توحدي الحرق هذا من وين يعني هي المتسببة فيه لنفسها ولا أخوها المتسببة فيه أخوها طبعا يمبين إذا فيه حز كلب شات تقول أخوها هذا البنت تقول أخوها زين بس الطلاق متطلقة من لأننا سألتها عن نفقة أنا عن نفقة فتقول أبو كان مسجون وشديف ما عندنا فقط فأنا اللي أشوف يعني إذا البنت فيها إصابات في موين هذه الإصابات اللي حصلت فيها إذا هي من فصل أخوها مرفعت قضية على أخوها وش اللي صار بالقضية ما أدري إلى الآن فهي يبين يعني من الحكم إذا المحكمة أدانت الأخو ولا ما تدينها مني تجدين تجدين تتوجهين اتهامات أن الأخو تسبب لها في هذا العرف أو لا فالليل حين إحنا الفيصل وين عندش الغضاء هو رح يفصل إلى هذا الاتهام هل هو صحيح أو اتهام كيدي يعني من عند القاضي فإحنا ما فينا نتكلم في هذه النقطة صحيح أما مثل الأم لا إحنا الأم إحنا نقول الأم مدرسة العاتق التربية دائما على الأم يعني دائما الواحد وين يوصل يقول هذه أمه وراه ما يقولون أحد ثاني فدائما الأم عليها وين كانت تقولي أنا مثلا مهتمة ببنتي لا الأم محتاجة أنها تهتم ببنها أكثر وأكثر يعني عندها حسها مثلا المكلام اللي هي قالت عندها بنت وحدة ما عندها بنات فمعناتها بنت وحيدة مفوظكم أختها في جتها يعني رايحة رادة معاها يعني واحد يحب أن يكون عندها بنت وتطلع معاها وتي ويا قالت إيه كانت تقول كانت صديقتي وأختي مع بعض شلي وصل يعني هي تقول إذا قالت صديقتي الأم فيك عندك تناقض بالكلام هي تقول من اللي ابتدائي أو من اللي متوسط أو من الثنوية عندها سوء سلوك أو سوء تصرف معاها طيب معنات أنه ما في هذا التواصل يعني دائما لما تتكلم الأم تتكلمت الأم في حالات متناقضة تقول فضحتني كل سعراء حورات داوم والشكاوى شفت الملف مفتو يعني الملل البنت اللي وصلت لهذه الطريقة لأنها شافت أن هذا الحل الصحيح الضرب والحل الصحيح يعني نحن نقدر نقول أستاذة ليلى أن العملية كلها التمتر الصاير في الأنف ضد البنت في ضد البنت يعني أنا هذا اللي أنا أشوفها هذا اللي أنا أشوفها البنت محتاجة علاج نفسي أكثر من أي شيء آخر محتاجة حنان أمها بعد بنفس الشيء بالإضافة دور الأم دور الأم محتاجتها نعم دور كبير مشوية لأن الله سبحانه وتعالى وضع في الأم منبع العاطفة ما تلقين عند أي حد آخر اللي ما تنتظر أي مقابل من الأبناء للأسف الشديد يعني يا ريت الأمهات يدركون هذا الشيء الأبناء بعد يعرفون هالشيء يعني دائما الأبناء يعتقدون ساعات يصير طق مو طق يعني اللي يبين في الجسم ولكن يسعل من أبو يسعل من أمه بس يرجع مرة ثانية يرجع مرة ثانية لكن هذا للتأديب أو للتهذيب أكثر مما هو يعني يعني يخطي ليلة قبل كان يطقون جي للقبل جي للأوسط وجي للقبل بالمدرسة كم نروح المدرسة طقنا المدرسة تروح ثاني يوم معاك أمك تقول يلا هاتش كملي عليها ما شوف ضرنا يعني عرفت زي والهاش اللي صار فيه للتأديب حياة تغيرت الحي حياة تغيرت ممكن عندنا حتى يعني إحنا ساعات الانفتاح على العالم الخارجي التلفزيونات نفس الشيء عرفت شون لم تنتين شوفوا المحطات هاي الفضائية والانتفاح والحرية اللي ساعات يعني حتى البنت يمكن كانت محتاجة مساحة من الحرية ما لقيتها داخل البيت فبدأت تنفس عنها وبطريق خاطئ خارج البيت فلقيت أقرب شيء عندها الضغط اللي كان يمارس عليها في البيت كانت مارسة وين ضد الطالبات أنا ما قلت مثلها العذر في الاتجاه اللي هي خذته فيه مصحات نفسية موجودة فيه علاجات نفسية إذا هي كانت تتعالج ووقفت العلاج طبعا هي غلطانة في هذه النقطة وفيها تستمر في علاجها اللي النهاية نغاية ما رب العالم يتمشفها عليه أما إذا هي مثل مثل ما قالت الأم صحيح أنها ودتها مع علاج نفسي وما استمرت في العلاج طبعا هذا شيء آخر نعم نحن ما نعرف شو هو التوجه اللي عنه زي أن أنا بس بستقل الدقيقتين الأخرانيتين هذول اللي عندي أبيتش تكلميني عن ضرب الزوجات وحكم هالشي هذا الحكم في الموضوع هذا في حالة أن الزوج يتعدى على زوجته ورح تشتكت عليه ورح تشتكت عليه تشتكي عليه طبعا تشتكت محكمة يغرم ساعات يغرم ويعتمد على حسب الإصابة التي تصبح بزوجته وصل إلى السجن أحيانا في حالات يوصل إلى السجن في حالات إذا تبب لها طبعا مشرط آها إذا مثل أذى بليق ويحتاج أكثر من 30 يوم أو مثل كسور أو الحالات هذه طبعا هذه فيها حالات فيها السجن بس الأغلب يكون إصابات بسيطة إذا نشوفهمون الدين غلط يعني على أساس أنه والله رجال قوموا عن نساء قال أنا أفضل منك الله قال والنبي قال ويبتدي شقال أنا أقول لك ساعات الرجل يكون متهور عرفتشون أو أنما توصلت زيادة عن لازل ساعات المرأة تتفاعلها هذا الشيء بطولة لسانها أو هذا ما تعرفين ساعات يكون شيء مشترك بين الزوج وبين زوجتي يعني مشرط أن يكون من الزوج آخر كلمة أنا أقولها رأفتهم بأبنائكم لأن أنا صراحة الوضع هذا يعور قلبي يعني أنا أم وأخاف هم على أبنائي عرفتشون فالوضع أننا نشوف أبناء في هذه الحالة من الأمراض النفسية صراحة شيء حزب الخاطر نحن نطلب من الدولة أنها تكون لها يد ومساهمة في علاج كثير من الأمراض النفسية الموجودة أطلب من أعظام مجلس أمه أن يتبنى هذا المشروع من حين عن طريق قناة الشاهد وأتمنى أن في أحد من أعظام مجلس أمه يكون يسمع هذا البرنامج ويتبنى قانون أن الدولة تكون مسؤولة عن علاج النفسي اللي يمور أكثر من الأمراض النفسية ونحن نتمنع على كلام مليون بالمئة وتكون موجودة في المدارس وهذا الهدف نحن من رابع حلقة للعنف الأسري أن نحن نوصل كدولة متحضرة في الكويت دولة تعتبر من الدول المتحضرة أنه لا بد تكون عندنا مكان إيواء لمن يتعرض العنف الأسري ويكون فيه علاج نفسي يعني مو بس إيواء أنت أويته وما عالجته لازم تاوي ويكون فيه علاجات فيها الناس اللي تعالج اللي عانون باتشر معاي الأستاذة منيرة الفضلي مديرة إذاة الرعاية الأسرية الأرامل والمطلقات والإعانات من وزارة الشؤون نشوفكم إن شاء الله باتشر ونستمع إلى مشاركاتكم وفيما الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر